اطلاق الاستراتيجية الوطنية الهيدروجين الأخضر اعتقد دي من العوامل اللي استند عليها التقرير عشان يقول ان مصر من اكتر الدول جذبا للاستثمار في هذا المجال عربيا وافريقيا ودي حاجة نقطة مهمة جدا وتحسب لمصر لكن بكل تأكيد فيه صعوبات عشان تتحول مصر وتحديات عشان تتحول مصر لمركز اقليم الهيدروجين الأخضر وفي نفس الوقت مصر كمان عندها ميزات تنفسية بالزبط طيب هو الصعوبة الأساسية هي مش صعوبة مصرية والتحدي هو مش تحدي مصرية والتحدي الهيدروجين الأخضر هو احتياجه لبنية تحتية كبيرة تتمثل في مواسير تتمثل في البنية التحتية متكملة علشان تقدر تعتمد على هذا النوع من الطاقة اللي بيختلف كليا عن الطاقة المتولدة من البترول حاليا فالاستثمارات الضخمة اللي بيحتاجها القطاع علشان خاطر يعمل بنية تحتية متكملة لتداول وتخزين الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر هو الأصعب في موضوع التحول نحو استخدام الهيدروجين الأخضر على مين وعلشان نقول تداول هنا احنا عندنا فيه تداول بشكل نقل الهيدروجين الأخضر وفيه تداول اقتصادي لأغراض التجارية فالجزء التداول ممكن يتعمل عادي ولكن الهدف الأساسي إنك تعمله بشكل اقتصادي يستقن في الأغراض التجارية علشان يكون فيه نوع من الاستمرارية إنه هو يكون قادر على تمويل ذاته بقى بنفسه ومايفضلش يحتاج إلى استثمارات أو كابكس اللي هو استثمارات كبيرة في نفس المجال في الفترة المستقبلية هو ده الجزء الأصعب والتحدي الأبرز في موضوع إنتاج أو لتوليد الطاقة من خلال الهيدروجين الأخضر هو ليس تحدي مصري هو تحدي عالمي وكل دول العالم حالياً بتاع كيف يعني تعمل أبحاث التطوير والريسرش يعني علشان تحاول تلاقي جدوى اقتصادية لتوليد هذا النوع من الطاقة والاحتفاظ به وتداوله وإنشاؤه بالشكل اللي يخليه قابل للاستخدام اقتصادياً وبناء عليه يبتدي بقى تتحول المركبات كلها والطاقة المتولدة في الكهرباء إلى استخدام هذا النوع من الطاقة